الشرطة ثانيا ثالثا رابعا لاحظوا أن وضعنا هذه الشرطة بعد العدد وإن كنا كتبنا العدد هنا كتابة فإن الحكم لا يختلف حين تكتب العدد على شكل أرقام كأن تكتب بهذا الشكل بدل أولا تكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة لابد من وضع هذه الشرطة فهذا هو الموضع الأول من هذه المواضع وهو وضع هذه الشرطة بعد الأرقام سواء كانت مكتوبة على شكل أرقام بهذا الشكل بعد الأعداد سواء كتبت على شكل أرقام بهذا الشكل أو كتبت بالحروف أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا بهذا الشكل الموضع الثاني هو أن توضع بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول بأن توالت فيه جمل كثيرة عن طريق الوصف والعطف والإضافة أو نحو ذلك بحيث تكون هذه الجمل فاصلا بين الركن الأول والركن الثاني بين الركن الأول والركن الثاني والركن الثاني هو الذي يكمل معنى الركن الأول فإنني أضع هذه الشرطة حتى تصل الركن الثاني قبل الركن الأول وسنلاحظ هذا في هذا المثال لاحظوا معي أن المبتدى محتاج إلى الخبر لذلك إذا أتى بعد المبتدى كلام طويل ثم أتى الخبر فإنه يحسن أن نضع هذه العلامة حتى نشير إلى أن الخبر قد أتى لذلك إذا قلت الموظفو فهو الآن متكلم عنه مبتدى أنا الآن أتكلم عن الموظف ولكن قبل أن آتي بخبره لاحظوا أن أصل جملة الموظف هو المثل الأعلى للموظف المنشود إذن هذا الركن الأول وهذا الركن الثاني وقد فصلت بينهما بكلام طويل وصفت فيه هذا الموظف فقلت الموظف الذي يعكف على عمله في جد ودأب وإخلاص زاهدا في الشهرة والدعاية متوخيا مصلحة العمل ومصلحة الناس عفيف اليد واللسان حي الضمير كل هذه صفات لم يكتمل بها المعنى والركن الثاني الذي يكتمل به المعنى أتى بعد هذا الكلام الطويل لذلك أتيت بهذه العلامة هنا حتى أبين أن هذا هو الركن الثاني الذي يكتمل به الركن الأول في أول الكلام الأمر الثاني الفصل بين الشرط والجواب لأن الشرط والجواب مثل المبتدأ والخبر بينهما تلازم ولا يكتمل المعنى إلا بتمامهما معا كان أقول من لاحظوا أني أتيت بأداة شرط فقلت من يقدم على مشروع يعتقد أن له فيه خيرا قبل أن يدرس ما يتطلبه هذا المشروع من إعداد الوسائل ودراسة الملابسات واستشارة المجربين وتصور البجوه المحتملة لنتائج هذا الإقدام للاستعداد لها إلى الآن ما أتيت بجواب الشرط أتى جواب الشرط بعد هذا الكلام الطويل فقلت فليس نجاحه مضمونا إذن أصل فليس نجاحه مضمونا إذن أصل العبارة من يقدم على مشروع فليس نجاحه مضمونا إلا أني فصلت بين الشرط وبين الجواب بفاصل طويل ولذلك أتيت بهذه الوصلة أو هذه الشرطة حتى تبين التلازم والاتصال بين الشرط وبين الجواب